من الجمية مليوع واللي قطن في البيت مسوين هالكريعينات كريعينات هابا لا يمتنن ولا فيهن شي ولا شياته وهي مرقتن يعني ما فيه يعني شي من السقوم ولا من هذا لا كريعينات لا فيه شحون ولا فيه الحوم ولا شياته ولا همك الله ولا هميحزن كريعينات خفيف خفيف وحاطين عارف فيهن من داخل دارين فيه حبهريس يعني مرة قادي يتدحق هذا حب الهريس خفيف من هالغلير مرة مكودين لا هاكريعينات رقم واحد يلا وخبزة وحدة ما المغرب هالكبير وحدة ماشي غيرها هنا هو يسوي شغلة اللقمة وقرمة عقب وبيلا فتيت هاش الخباز المغربية ومرقتها بوية تمرج غرقتها تغريج بصالونة الكراعي المرق المرق مال كراعي ها الباتش على قولة هالعراق هادي وحينا عادة دوع دوع تغذي قولة لجماعة نهاية ها ما تمصم يصعد ها لازم يظهر هذا ها اذا ما يظهر ما تجنك ما تصير شو بقولكم والله يا ابوكم يعني دوع دوع زادها من العراقية الواحد غادي يا ابوكم مسك من كبرة صلاح ايه باباي ايه ايه صلى حزين؟ ايه رغم واحد؟ مضبوط؟ مضبوط ما حبيت اليوم؟ تاري؟ تاري تاري ايه اكثر حبيبي طيب الليل سبوح طيارة طيارة منهم؟ انت؟ انا موجود يوم بنسافر؟ بنسافر اس الليل ونوصل لتايلاند الصبح السبوح ومحسن بي اسبوع اليال وين بتخلي يالي اسم حسن؟ وين هنين؟ لا ودي عندك يباتي ما يخص لك؟ حين تبريت ايه بابايت ايه بابايت ايه بابايت ايه بابايت شاهناك بين التلابزون ايه بابايت مضبوط؟ ايه شكرا باباي باباي باتينا في الليل ولا؟ انا اليوم بسير دبي تاري احينا احينا ساير دبي ان شاء الله برد في العقب المغرب ايه اوكي صلوحة بحروني ناسنكم وبيما بناسكم انا انسى عمري ولا انساكم هذا بيان في الدرب حين بتوجه الى دبي الحبيبة بتوجه الى دبي دار الحي على الله يحبلكم واموري طيبة الحمدالله الباحر قد زين او اه شبان ارقاد يعني والوهم يفن معلوم اذا شبه يسوي عادة هذا الحمدول وهذي خلاتين وين با يبني وين هذا الليل الليل اعطاني اياه في الليل والله حين البحث الناقب الماركت اصبح الصبح ميفن شي سويه بعادة انقلت له حينة ان شاء الله الليل اخلاق عندي شوية ساعتين اه ميغددين الموقع اللي انا ساير ازوره بالقرب من برجمان قرب برجمان مرة لا اصجيوية برجمان اه في شارع الشي خريفة بالزايد اه من هل اسعلك يلا احوين سايرينا حينة والله احنا بنسير الحين لمستشفى مديور في بردوبي هي مستشفى مديور تابع مجموعة في بي اس الرعاية الصحية يارك الله يارك الله يمنحن مشكوه مشكوه مستشفى مديور تالات عماركم تابع مجموعة في بي اس اه مرة في شارع شي خريفة ساير سايرين انطال علومهم واخبارهم من نروي المجموعة من نروي العرب اللي عندنا والعرب اللي في الدبي ولي عندهم المستخدمين من عماله ومن ساير ومن ياه المساشفى عام للناس كلها لكل من سكنها الدولة الحبيبة للرعاية الطبية المتكاملة بالله عليكم بناي هاي تحراحنا في المعلقات يا ربي يدبي بس عادة بس يما يدبي ما خليتي شي ما سويتين وين تبين توصلين تربعتي بوي على العرش من فوق من فوق يدبي تربعتي فوق 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 عالي السحبية وين كنتي ترى هذا ابوي وانتي عالب التمين دب الحياة فوق عالي القمم انتي ابوي مرة ايه يدبي ما شاء الله علي اللهم احفظها من داع يحفظ دولة الامارات بلاد المسلمين اجمعين يا رب العالمين من كل شر وظل والله يا ابوكم ان الخاطر ينشرح من تدخل هالبلاد من تدخل حدود الامارات كلها تشنك فالك صدرك وحاط فيه قلب ثلج من هل سؤال مباشر فكرت يوم من ايام الله من يوم التصغير اول ما ستويت هالويه الدنيا انك توصل هالبلاد او ش رايك والله جيت فجأة شو سبب يهيك من هل كيف ييت هالامارات هي الصدق ما بمسح خلاص احي شغال الصدق ايه محمد وك لا 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 شخص صدق اه خلاص قلت الصدق ما اقدر تكلم غير صدق عندي يقول ما اقدر اقول والله يا محمد جعت الحد وشارد كيف لا مش شارد ايه شو لا خلاص بس يعني اظلوا في بلادنا الحمد لله لا لا الحمد لله لما رأت ابويها جنة المظلوم ايو الله بلد الانصاف بلد 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 ابوي الرقي والتسامح بلد مضياف للناس كلها اللهم لك الحمد احفظها من دار يا رب العالمين والله والله كاللي تشاب دي مسحهم قلت والله ما مسحبه امن هل اه انزيل ييت اه محمد ييت اول ما ييت ييت على باب الله لا شغل لا ضمن الهم كله اللهم يحزنون شو سويت يا انت زيارة قبلها زيارة جيت انزيل جلست فدرة يعني جلست شهرين تقريبا ثلاث وبعدين يعني طلعت من مكان لمكان الحمد لله بعدين رفقت وشتغلت عرفت على او محمد والحين بدحنا شركة سواء الحمد لله الحمد لله تستحق الخير يا منهل انا بعت شوف منهل على فكرة انا من يوم ان اياهل ما سويت اي بزنس اتروع من ضلتي اخاف اسوي ايش دكان هاي سمونا ايه رخصة تجارية ما تسويت ما الدكان او ما شيات تمسوت الدنيا تفتح رخصة تجارية ويعطيك رايشة الدكان كل شهر خبسمية ولا الف ولا الفين ولا ثلاثة على حسب النشاط الا انا اتروع يا ولد الحلاة كنت اتروع اقولك منهل اخاف ما دري شو منه ما عند الجراءة لا لا والله انا اتفاجأت يعني انا اول ما دخلتنا قلت لي شو تبه شو الاوراق اللي محتاجها كم الفلوس انا حاضر يعني انا اتفاجأت ولا اي اثبات اصاسا اي والله منهل انا من اول اه بمحمد 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 يقولك لا تريي الدلة الدلة يوم بيشلونها من مكانها شوي شوي وبيخصو ردوها شوي شوي انا دم مضروسي حتي يريي الدلة لا تقول ما قلتلك بمحمد اليوم انت قاعد تسمعني الكلام على متين وخمسين الف متابع على مقام لازمنا جازم مورير هي لا لا متين وخمسين الف انسان قاعدين شوفون انت تقول لي حط الدلة هي حطت لا شوي شوي حبيبي فهمي منهل منهل الكلام مش اللي موجه حقك اي انسان بيقبض الدلة اكبر غلط انه يريها بتدحل الدلة تغدي فيها شا تسمون انتو تغدي ما بصافية تتعكر فيوم تتعكر الدلة خلاص عقها بحر ما تسوى تشوف طعام صح والله تجلبها فوق تحت الدلة ليه بيصبها منهل الدلة اللي بيقبضها لازم ما يمشي ويتريري لازم ما يمشي ويرتيب كبره لازم يكون ثجيل روز يوم بيفتر الدلة اللي هي اصول ولها معاني ولها ترتيب قبضتها بصبها بتلجيمها لها مليون وستمية قرار وترتيب ولها مسميات وايد اشياء تستمر عادة كيف بقبض حينة والدلة يا منهل بأب كل من يولك قامها لازم تعرف تلجيم تدلة تلجيم تدلة لها روحها تقوس تقوس تلجيم تدلة روحها كانك في دارك ولا في دار الغربة هب من كل يولك قامت دلة هب كل من يولك و هب كل من يولك و هب كل من يولك انت خفيف و دم خفيف. هااا. لازم روحك تعرف يا منهل. يا وي لك تستخب دمك. كيف انا الحين اقول كيف انا اوصل فكرة لحد او محمد هذا الموضوع يعني في ناس يتجي قولوا لي انا اصير مشهور في السناب. هي. كيف اقول له انه هذا الموضوع كارزما. كارزما لازم تقول هادا الشهرة. كيف اقول له انه هذا الموضوع مش موضوع انه تطلع كثير وتنزل فيديوهات كثير لا. ها. كيف بقول له انه هذا كارزما. انا بخبرك. خصيتك هي لتخليك مشهور. اه. هذا لازم تفهم الناس المراجعين ليونك أنك أنت ما تغدي مشهور إلا إذا أنت عندك عندك موهبة من الله موهبة عدم التصنع موهبة عدم التمثيل لأن التمثيل موجود في التلفزيون لأنك موجود عند أهلها أنت خلك على ما الله خالج لنك ورب العالمين بيس لك أمورك أنت ما بلازم حين تحتوي العالم هذه كلها تستوي تبع كله تظهر تبع كله لا خلك تبع شي معين كانك دكتور أرمس عن الطب كانك أبوي مهندس أرمس عن الهندسة كانك أبوي خفيف طين خلك بخفض طينك أنت تبع تغدي كل شي تعرفه في الدنيا العودة ما يستوي ما تقدر هذا اللي كل شي يعرفه في الدنيا العودة هذا من النوادر من النوادر جليل هي شيء من الله الله سبحانه وتعالى يختص في عبادة منها الله سبحانه وتعالى يختص في عبادة اللي يشوفها من ناسه بيعطيه بقياس رب العالمين هذا من الله سبحانه في حد من العرب تلقطه يعرف كل شي باهس هذا يسمونه باهس هذا يظهر بوي في تلف الزمن ودي نحن حضرنا من نحن صغار لين كبرنا وشوبنا مر علينا في الحياة حد تلقطها حرمة عن ستة الاف حرمة عن ستة الاف حرمة رعية بيت تشل تحط تحلب تخض رعية حلال تربي مثقفة دينة رعية طب رعية علاج توسم وتمسح كل شي تسوي وهي حرمة وحدة وشي من الحريم والله يا ابوك ما تروم تكشي قبانة عن طرف خشمها ما تسوالها قيد حوار ما تسوالها قيد بعير نعم يا شي من الحريم حد من الحريم عن الف وستمائة حرمة وكذلك الرجال وكذلك الرجال وشخصيات منهل شو نصيحك على الحسك عادة شو نصيحك للعرب اللي يونك حين يقولولك والله نحن نبقى نقدي مميزين أو نبقى حدي تابعنا أو نبقى نقدي مشهورين ايش حاول لا تقلت حد ايوه حاول انه انت ما تقلت اي انسان لا تساوي مثل اي شخص تشوفه في الاسناب تقول انا بساوي مثلا مثلا عشان اصير مشهور في الاسناب ولا تحاول انك تسيء لحد في الاسناب على اساس انه انت تكون مشهور ايوه لا الاساءة ولا التمثيل يعني يكون عفوي بخاطة الانسان يكون عفوي بس يكتكلم به هو مرتاح يعني بصير الله محبين سبحان الله هنا اذا تبني اذا تبني حياتك انت على القرقع والصدع والديانة انت عبارة نسر قادب ويج قادب لسيفي وترسرك في تازم يا العرب ترى يا جماعة يا ناس تفكروا يا عور يا مهندس يوم ما تشوف تلمس يا عور يا مهندس يوم ما تشوف تلمس بجج عيونك بحلج كثر ما تروم ما شي بلاد في الدنيا هالنموني فيها ترتيب ما شي بلاد في الدنيا فيها ستة وثمان وعشر خانات ما شي بلاد في الدنيا لخطوط البيض هالنموني صالقا صبح ومساء 24 ساعة يلقن لخطوط البيض ما شي ترى هذا تبارك الرحمن ما شي بلاد هالنموني فيها خضرة وهي بلاد صبخ ما شي بلاد هالنموني فيها ورود وفيها زهور وهي من الاساس ما في بلاد لا زهور ولا بلاد ولا بلاد بويه ورود ما شاي بلاد بويه فيها أبراج وهي بويه نكاكيد وصباخ ما شاي في الدنيا العودة شوف الخيران شو نحن آيشين في خير ونعمة ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى شو الترتيب ترى أنتو اللي يالس في هالبلاد وما سار لا شرق ولا غرب اللي يصيرون أوروبا وغير أوروبا وشرق آسيا وشرق أفريقيا وطحنت الزمان البلدان هم استوي من آلاف السنين وبعدهم ما وصلوا ربع المواصيل اللي نحن واصلين بعدهم ما وصلوا ربع المواصيل نحن تبارك الرحمن في جيل يا رب ارحم الله يا ابوكم ينهمتاهة متاهة الانسان اللي يقولي يعرف يجذب لأن كل يوم شي يديد فيه شنتيه يا الدار كل يوم شي حديث كل يوم شي فنان كل يوم شي غاوي منه يروم أي تبيض أسبوعين وراء بعض ويدل شرقه من غربه ما حد ابويه ما حد مستحيل 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 أنك تدل شرقك من غربك من كثر المشاريع اليديدة ومن كثر التطور هذا ابويه نحن بلادنا ما يخصنا ابويه فيه هاي ما يقوم بلادك مكانك سر خطى في الزمان وهم مكانهم الله هالمستعان لا يبويه نحن تطور ما يوجف خلية نحن دارنا منبوضة بليل في جيرة برا وبحرا كل هالبلاد تبارك الرحمن كل يوم مشروع كل يوم مشروع كل يوم شيدين وحين بيفتحون في دبي هاي لندن اي دبي اي دبي اي يقول لك عادة هاي لا لا لندن اي ولا غير لندن اي دبي اي هاي عيون دبي اي من تركب تشوف خطر عليك تشوف سيح شعيب باجي عنك تشوف سيح شعيب لمح شي بسيط يعني لا يذكر فيديوات وتليني مسجات يقولوا لي ابو محمد الناس كلها تسولف عن الموضوع الافلاني والناس كلها ترمس عن الموضوع الافلاني ونحن نعرف كنت انسان طيب ليش ما تتكلم اي شعراتهم ما يتكلمون مثلا عن الموضوح اللي حين هابين في هالزمان عن الدراسة وغير الدراسة وشارق وغير عن اي موضوع يدور في الساحة يعني كنت ابوية انا ما يخصني في هالدرو ما ب انا لا بوزير ولا بني ناشطة سياسي ولا بني انا انسان اه عندي فقح في اه في الاشياللي انا ما عارفها هذي فالها دمي ما يدخل عمري في متاهات الله ما اغنلنا عنها وليش اترمس شخصية ما بشخصيتي ما بشخصيتي ولا باختصاصي ولا عارف لو لو افهم شويونه ان شاء الله قالب اني اد حط عمري في شيء الله مغنلني عنه وادخل في متاهات لا والله ابوية تروك الدم تروك الدم ولا معانق بتوبة هذا وصف عند هالباطنة تروك الدم ولا معانق التوبة اني ادنا انا باقحم عمري في شيء ما افتهم فيه لا والله ما روم اشدب هذا الحي ولا روم اقدي حالي حال غيري اه اعلق مني والطريج بس الا مع الخيلية شقرة على ما قالوا هاي قصة مع الخيلية شقرة بعد خلاف اخبركم عنها هاي قصة طويلة عريضة وحلوة لكان مضحكة وانا ما احبه ادخل في مواضيه كلين يبربر عسبها بربربر بربربر بربر كلين يرمس ومن يشوفون انسان فمن يشوفون انسان طاح في عثرة او حرما ولا ريال اي شي يستويه بالبلاد اعزموا كلين عفت كلين يقلي بدلوا دعوا الخلقة للخالق كان انسان سوى غلط ولا سوى عدل ولا مايل انت شملت شفنك تايلس تنبح صبح ومساء والله يعني تبقى تظهر انت وتبقى تغادي مش مشهور على انت تقادل عرب تبقى تغادي مشهور يوم بتسب فلان وعلان تبقى تغادي مشهور يوم تيلس تعدرب في زيد ولا عبيد تبقى تغادي مشهور يوم تشلو بويه اثام امة لا اله الا الله على راسك شلي كان في انك ارمس باللي تبقى في اسنابك ترى هذا اسم اسناب والاسناب في شي اسم قصتي قصتي هتابع حقك انت روحك بربربر باللي تبقى عن عمرك ارمس بعدل ولا مايل عن عمرك ما يخصك في اللواتم الا فلان ما تشم سوي وشان ريته الفندق الفلاني في شي الفلاني وهذا منقود وهذا عيب وهذا عدل وهذا مايل وهذا حنمونه لابس وهذا ما يستوي دار محكومة احين انت شي انك ذكر لو انت اكلم خاطبا السفير الفلاني ولا الوزير الفلاني خير ان شاء الله الحبيب انت منو انت منو يوم تخاطب الوزير ولا تخاطب السفير ولا تخاطب اقول اخاطب المسئولي برايك على هواك اكلم فلا هذا عادة اكبر عيب اكبر عيب ان الانسان يخصص قناته يطري الابادن بالاسم هذا اكبر عيب ويحاسب عليها القانون هذا ما لك حق تطري لا زيد ولا عبيد لا فلان ولا علان لا في ادارته ولا في وزارته ولا في في اي شي ان كان شي مكان اقتراحات في كل وزارة شي مركز اسمه مركز او صندوق الاقتراحات تحط مقترحك وتوديه مكان حط المقترحات وهذا يوصل للمسئولين ما وصل اليوم بيوصل باتر لازم انت تكون انسان مؤثر لك شخصية قوية بسمعه بسيط باصل بفصل بجاهب منصب ما تكون انسان طرطنقي طرطنقي بعد الانسان انعاجر رزيم ما عليه خاطب طرطنقي وتبع ترمس اللي يهب طرطنقي ما يستوي ابوي كل نبوي كل كل انسان يمشي مع الناس اللي اه تواكبه في مستوى الفكر والدراسة والثقافة والعلم والدين بهالنمونة اللي تمشي في مجاله ومجال تفكيره ورابي وياهم وعايش وياهم يتكلم عنهم يتكلمون عنه يا غير ما يخصك ابوي انت تبقى تعدل نظام الكون تبقى تعدل ما زيل له المكان وتعدل نظام الدنيا هاي ابوي الدنيا حكومات ودول واشيه ماشية من استوى الدنيا يعني انت ما تروم تخل في الكون ولا تروم انك تتدخل عمرك وتقحم عمرك في اشيه انت وكيل تكلم وكيل انت وزير كلم وزير سفير كلم سفير الوزراء يكلمون بعض هما بعض انت حين حمالي ما عندك عشر ربيات بس تظهر صيت وسمعه وناشد القنصل الفلاني اني عدل ما زيل انت منو ان شاء الله غالي انت منو بارك الله فيك امنو درابك امنو حسبك امنو ما حد ابوي يسوي حك سمهونه هاذا ما حد يسوي الحشف مشايين ثلاثين استتوهم ثلاثين استتوهمين انك انت يحب التدريب اتش الرب والعرب لو باي قطعون فيديوك باي تداولونه الا اللي من شراتك ومن يورك هاذا ابوي اللي باي اسم معوبة الناس ابوي ليه ما بمتفيجة تسمع سخافات مدحب وخبايل لا اللي عنده رمزه يودها حق عمره والوقت ابوي حينه الدنيا تطبخ تطبخ ليه عنده انتقاد يوده وليه عنده رمز يودها وليه حشم حشم عمره الناس ابوي كلها تدري فلان شو سوى وعلانة شو سوت والوزير شو سوى كلنا ابوي يسوي على حسب صلاحيته ما تروم انت تظهر اوبامر هذا ابوي لا الوزير ولا السفير ولا الوكيل ابوي ما سوى شي منه مرني بالطريق هذا ما سوى اللي قايت اني تعليمات ما حد يغفل يا غير انا اللي اللي طر اللي نقع شدك يا لادمي يوم بيك واحد ما عنده من ربيه هانتين متعني ومصرف وناشد الوزير اللي فلان وناشد انت كجا مرحبه بالله عليك انت وين ساير هال يوم يقولك طرطنقي بنا بيت خوش رنقي سكن فيه انت حينه روحك ما عندك من ربيه هانتين ما تسوي شف طعام لا ثقافة لا دين البارح مكفول ولي قبله كافلينك عافل ما دل وين زاخينك وقبله مرتوخ بعصاء على طول ظهرك وين حين انت ساير شي خصك انت شي خصك تخاطب اسير ما دل قرب مكانك والناس ابوية حين الدنيا ها تطبخ تطبخ حروبات وقعه وصدعه وديانه الناس ابوية تهدي حين اللعب والناس ابوية تهون لا 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 ما شي يكالب شو اللي يكالب فانكم على الدرب هالي يشفونها روح طبعانه طبعانه هوس على تريتشه ما يستوي الطبعان ابو يساعدونه الطبعان يساعدونه الطبعان ما بيهوسون على تريتش ابدا ينقذونه يعطونه تيوب يعطونه يخفون ابوية من الوزن اللي عنده حق ما يطبخ انتوا حين ما تشوفون حد توا بتاعبان رح تذلعي لعون ما خليت وكلمه وسبت شوية لوجه الله مش لوجه الله ابدا هذا كله لجل انكم تسوون العماركم سمعه سمعه بالانتقاد سمعه بالعرب سمعه بالتعذريب سمعه عنفوه شو يعني هذا شو يعني شو يعني الانتقاد هاللي ما يوجه في العرب مانا تشوفون حد ماشي في سبحاني عفتوا عليه إلا قال وقيل وفعلته وتركته وما لا 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 ابوية المكان الحين يايين هذا شوفوه مدخل ابوية مستشهب مديور فهذا 24 ساعة شقا ليل بنهار مستشهب مديور وين موقعه موقعية لالله يحفظكم المنطقة الدبلوماسية مرة بينه وبين برج ما شي بسيط في نفس المنطقة المنطقة الدبلوماسية اللي هي كلها قنصليات فلذلك انا هم ما بنسمينها المنطقة الدبلوماسية دبلوماسية انا روح يقول منطقة الدبلوماسية لا على هواي لكن اعتقد اكيد انها رح تكون منطقة دبلوماسية لانها كلها كلها الله يحفظكم سفارات سفارات وقنصليات وين ما تصد المستشفى فيه على الله يحفظكم اكثر عن ما يقارب 18 عيادة 18 عيادة في كل دياء مركز مديور اللي في منطقة الدبلوماسية يوجد فيه على الله يحفظكم اكثر من 70 غرفة 70 غرفة وعندهم ما يقارب 18 الى 15 اختصاص 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 او تخصص انا عنوتي لجل شوي على الله يحفظكم لجل ثلاث اختصاصات شي طبيعي ما باروم ابد على كل الاختصاصات تبارك الرحمن انا الموضوع اللي هي عسبة موضوع اقابل ثلاث دكاترة اختصاصات تمشي واحد منهم جلدية والثاني طب عام والثالث عظام ثلاث دكاترة اللي بقابلهم اذا الله جعلنا منحيين مستشفى حال حال اي مستشفى في دولة الامارات كل مستشفيات الدولة ما شاء الله تبارك الرحمن اه فيها كل اه ما هو اي سر من نظافة او امن سيكوريتي واستقبال وحسن خلق في الاستقبال وترتيب وما فيه اه يعني هذا وظيف تلفلانية ولا شيء في كل مستشفيات البلاد تبارك الرحمن لا بد ولا عذر من اللي مصلى حيث اننا نحن دولة اسلامية والناس كلها بويه هل صلاة ودين مخافة من الله سبحانه وتعالى المشكلة قوم اه قوم منهل يلسوا في المكان اللي انا اريد اصوره يعني وين الزهور وين الورود وين ما قريت شو وين شو بقول لكم بلاد هون مستشفيات لكن ان شاء الله بنقوم بتغطيته بتغطية مميزة ان شاء الله اذا الله جعلنا منحيين كل شيء بيكون مرتب وكل شيء فلناه واصلا كل كل سامانها مرتب ما بعله هواهم هاي قوانين الدولة قوانين دولة الامارات مستحيل يرضون بالشي الهين لازم كل فنان وكل غاوي وما تحس انك في مستشفي تحدون اول مستشفيات من تدخل مستشفي كل ريحة ديتول وريحة يرح السيف وريحة كل اللمور هذي والمعقمات وهذه تحرق الخشم والعين الحين له وين ما تجبلهم مستشفي تروح الريح الخنين سبحانك يا رب هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى ان انعم علينا بهالحكومة الرشيدة وبهالاصدره وهالقوانين التشريعية ان كل مكان يظهر الرقي اللي فيه والنظافة والترتيب بما يستحق الامواطن يستحق المقيم ويستحق كل انسان موجود في هالبلاد انا اول ميت تستقبلني الاخت سكينة سكينة هذي شغلتها استقبال الليون من المراجعين او مرض او اي حد بس ان شاء الله بخي سكينة شايف حالك شايف حالك شايف حالك شايف شايف تسوي لي انا انا ازور ثلاث اماكن انا ادل اقتصاصات اللي اعطبها باستعشب انتعشب اقصاص فكل الدفاتر موجودين فانا اللي اريده ازور ثلاث دفاتر اللي هم الجلدية والعظام والباطلية هل انت بتصوي لي توري او هل فيه حد غيرتك لا لا انا براويك براويك الاقصام لعدنا الباطلية والجلدي محكمة بعدها بالعدام براويك الاقصام حتى الاطفال لو تلوا بعدها ان شاء الله ان شاء الله طلعنا من الدور الارضي طلعنا من الدور الارضيين الدور هادا ميزانية هادا دور الميزانية ميزانية شو فيه هني موجود قسم الجلدي والاعصاب وبعد هني بسوي تخطيط القلب يعني هني اهنا هذا اللي باي لازم يركب القسم هادا اي اهنا هذا الاستقبار العام ومستقبر كل المرضى هني نعم وبعدين موديهم مويل يقول هني بعد في مرضي اختبار الدموشي يعني هني كل شي اي انسان بيزور المستشفى لازم اي هالموقع زيبا حبيب بسير اول بادي نحن نروح انقسم الباطني اهه نعم نعم توكري على الله هذا نحن كله الحين في اتجاهنا جدا دكتور احمد اختصاص الباطنية سلام عليكم سلام عليكم دكتور شيف حالك يا مرحبا هذا من وحين الدكتور اللي بداخليني عليه هذا الدكتور احمد استجار امرار الباطنية ما شاء الله ما شاء الله دكتور احمد شيف حالك شيف انت انا اسمي خالد الخالدي يا مرحبا من السودان انت من وين اريتيريا اريتيريا والله والنعم ما شاء الله ويهت بشوش وفنان حتى اللي في عوق بيخوز عنه شكرا دكتور شكرا شكرا ممكن ان ناخد وقتك لو خمس دقائي يزاكر لك الخير دكتور احمد شيف حالك الله يفهم ما علي دكتور شو معناك كلمة دكتور الباطنية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الباطنية تشمل كل امراض الداخلية بمن فيها يعني الجهاز الهضمي الجهاز التنفسي امراض القلب امراض حتى الجلدية يعني تغطى تحت اطار الامراض الباطنية الجهاز العصبي كل تغطية هذه الامراض المختلفة في صلاة الامراض الباطنية نعم دكتور انا بكى لكم موضوع خاص فيني انا انا كنت في القاهرة لمدة اسبوب اكنها الحين من رجعت من القاهرة امس واول امس واليوم ثالث يوم يجين مثل ارتجاع المريئي نحن نسميه باللهجة المحلية صاهر صاهر لكن قوي يعني احس كأن شيء حامض بيطلع من الحنجرة خاصة وقت النوم فيكون فيه ترجيع مرة ومرتين وثلاث في اليوم هذا شيء يكون سببه طبعا هذه مسميها ارتجاع المريئي وبالعادة المعدة فيها حموضة حموضة تعرفت شو منها عالية حموضة هذا عندي واحد مرة باسمه محسن وعلي هناك في مصر صب حمسة طعمية وفول وطعمية 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 طول النهار وطول الليل فنغير الطعام شوية على الحروب وشي يعني فهيش يصير المعدة تكون منشطة أكثر من ما ينبغي نعم بالتالي تنتج حموضة زيادة فالحموضة يصير فيها يعني تزيد ترجع المريء اللي فوق وبالتالي تسبب زي الحرطان فالمادة الحامضة اللي في المعدة حارقة مثل ماء النهر نعم هذا اللي يستوي ساعة ثلاث في الليل ما ننت هي وأولت البارح نفس الشي واحد من الأشياء المهمة اللي بنسويها نقلله من المنبهات اللي لتنشط المعدة مثل القهوة والشاهد وما ننام بعد الأكل مباشرة يفترض الإنسان هي أكل وبعدها يقض فترة يعني حتى الأكل يكون مضم بالتالي هذا بالنسبة لللي صاحر اللي يجيس شو يبتنع عنه اللي صاحر شو يبتنع عنه الحاجة اللي هي المنبهات اللي قلنا عليها قهوة الشاهي والدخان والأشياء هادي حاجات ثانية مثل البهارات الكثيرة والشطوط والحار بصفة عامة فترة لين يروح عني المرض هذي؟ لين يروح على الأعراض وبعدين لاحقين على الفلفل وكل شيء هاي إذا الأعراض استمرت نحتاجنا على أشياء تشخيصية مثل المنذار البحث عن جرثومة المعدة وأشياء هذي فيها أشياء تتعمل بفعل للبحث عن سبب ارتفاع الحمول إذا كان ما خازت في الفترة وعندنا هدوية طبعاً خلاصة لارتجاع المرينة نعطوها لمرضة معينة الله يرحم والديك أنا وايد محتاج حك هالموض إن شاء الله هل بالإنكان؟ أنا ما يبتل هوية هاي مالة الدكاترة لك بالهوية يستوي الهوية الامراتية هاي طبعاً للتعمين لأنه إذا كلا خير أنا وايد لدي الارتجاع المريئي من يومين واليوم ثالث يعني ما نبغي نسوي الحصاصح لا ببداياً نبني على هذا ونأخذ نمض الحياة اللي قلنا عليها الكهوة الشاهي ونأخذ أدوية معينة تقلل نسبة إنتاج الحموضة في المعدة إذا كلا خير إذا كلا خير شو الحالات اللي تتيك أكثر شيء؟ نحن زي ما ذكرت أمراض الباطنة يشمل كل الأمراض نعم ونحن نقوم بأعمال تشقيسية نعم من أهم الأشياء اللي نقوم بها مثلاً الفحص للاكتشاف الأمراض وبكرة نعم مثلاً واحد نواسل الأربعينات مثلاً لأنه فيها أشياء معينة ما تكتشف إلا بالفحص سبحانه فالثقافة هذه نحن دائماً مش عامة مش منتشرة من النسبة كبيرة فالاكتشاف المبكر طبعاً هو جزء مهم في علاج الإنسان سبب الإنسان ما يتقدم في المرض بالتالي يعني توصل بمراحل متقدمة بالتالي حتى علاجها يكون أعزواء سيطرة علىها تكون صعبة فنقوم بالفحصات المبكرة التي هي كشف الطب الأساسي ونقوم أيضاً بتشقيس الأمراض المختلفة لكل الأجهام مثل أمراض الجهاز الهضمي أمراض الجهاز التنفسي يعني الإنسان يقدر يجي كله ما في مرض هي نعم ما في مرض هي نعم يقدر يجي حق الدكتور العام أيوة هذا كشف فحص اللياقة الصحية نسميه كشف البدني مثلاً أنا ما أشكو من مرض أقدر أيك وأقول لك أنا أريد نسوي فل تشكب بالضبط هذه الأشياء نقول بها طبعاً والتأمين معظمهم يؤمنوا بهذا المبدأ هذا وفي بعض التأمينات طبعاً قد لا تدع لكن إذا الإنسان يعني ما شيك على حاله وفي قواعد طبية له هذه في 35 مثلاً الإنسان مفروض يشيك الكوليسترول والسكر وبالذات منطقتنا القليجية بصفة عامة بسمة السكر فيها عالي لو ما فحصنا إحنا ما فينا نكتشفه بالتالي هذه من الأساسيات مفروض تتعمل شكراً شكراً دكتور والمفروض أن أي إنسان من سكان المنطقة أو من بعيد أو من قريب يقدر يوم المركز عندكم مركز مديور ويقابلون الاستقبال وهم يحاولون هم عندكم وأنتو تسوون اللازم نعم بس الشخص ما عليه إلا أنه يوصل إن شاء الله أيها نعم نعم يجيب تأمينه وإذا يتغطى في المستشفى يتسد باختصار ويكون مشايد للطاقة بتاعه بالتالي الطاقة الطبي والاستقبال والطاقة الطبي يقوم مواجباته باتجاه الأداء اللازم للشخص المعني للفحص عن الأمراض المختلفة ومن ثم ننصحه إذا كان حاجة يحتاج يكون فيها سايم أو لا مش سيام نعطي تعليمات هذه ونفحص المريض ومن ثم نقوم بعمل إجراءة التحديل الطبية اللازمة ومن ثم لا سمح الله إذا اكتشف مرض معين مبكرا أفضل من أما الإنسان يمشي وهو شائل وفي مرضى طبعا يجون وهم مش عارفين وسكرهم يجي 500 600 700 حالات هذه سجلت سبحان الله شكرا جزيلا دكتور أحمد بارك الله فيك سررت وسعدت بلقاءك الله يحافظك يبارك فيك وانت في بلدك الثاني دولة المارات ونحن نحب الناس كلها ما في حد دون أن حد لكن نحب أكثر شيء الناس المميزين اللي متلك وشارواك يزاك الله خير يزاك الله خير سكينة وين نروح الحين سكينة صح سكينة السلام عليكم دكتورة نورا دكتورة كيف حالت؟ قرفة استشارة دكتورة نورا دكتورة نورا بركات كيف حالت؟ الحمد لله بخير أخبر حضرتك حضرتك مصرية أقدح ناس ماشاء الله أنا قبل يومين من مصر قاعدت خمسة أيام من أجمل الأيام والله في النهار شوي حر مش حر وايد لكن في الليل في متهر روعة من جوة شكرا شكرا دكتورة نورا ناخد من وقتك عشرة دقائق أو خمس دقائق انت شطارك تقدرين تختصري الموبوع وتقدرين تطولي الموبوع حضرتك تتنوم بأي وقت شكرا شكرا دكتورة نورا على طول طلبين وفنانين في كل مواضع الحياتية شكرا دكتورة نورا ما الأمراض الشائعة الجلدية المتواجدة عندنا في دولة الإمارات يعني خلينا أكلمك عن حكتين مهمين قوي قوي ممتشرين هنا جدا أولا الإكزيمات أو التهاب الجلدي ثانيا التهابات الغدة التهنية أو حب الشباب اللي إحنا بنطلق عليه عن متن حب شباب اتنين دول هنا خلينا نقول إن الجو شوية حر جو صحراوي ناس معظمها في التكييف فالجفاف منتشر جدا أهم حاجة هنا خلينا ناخد بالنا منها إن الجلد ده عشان يفضل رطب لازم نرتبه داخليا وخارجيا طبعا داخليا معروف لازم مشحط مية وسوايا خارجيا محتاجين طبعا نحط مرتبات ونبعد عن الحاجات اللي بتجث في الجلد زي المية السفنة والصابون المنظف الديتول والليف بويت على قدر المستطاع نقلل منهم بخصوص نشاط الغدة التهنية المسبب بشبيهات حب الشباب لا دكتور خلينا الرد أول بعد نخلط موضوع المية المية عشان الواحد يستفيد جسمه من المية هل إن أربع الأزايز طريقة استعمال المية كيف يعني على الأقل خلص طبع السن نبدأ ب 2 لتر طبعا حتى في الأطفال 2 لتر وإحنا طبعين لو بنتكتر يبقى مهم وتبقى pure water مية صفية ما يبقاش عليها عصير مش معنى أنا شربت عصير أو شاي أو كده إن أنا شربت مية لأ لازم pure water 2 لتر أقل شيء طبعا قصة كميات طريقة الشرب الزيت عين هذا أهم شيء صلى الله عليه وسلم طبعا بنشرب واحدة واحدة وعلى ثلاث مرات دي من الحاجات سبحان الله المهمة كالجسم يستفيد نرجع حاليا على نشاط الغدد الدهنية معظم الناس بتعاني حتى الكبار في السن مش حب شباب أكيد لكنه شبيه حب الشباب طيب هو ليه ظهر؟ لأن الغدد نشطة إيه مسببات نشاطها؟ يا إما هرمونية تقصدين البثر في الجسم يعني الحبوب نعم الحبوب اللي بتطلع في الظهر من فوق والأكتاف والعمق دي كلها طبعا نشاطات غدد الدهنية من إيه؟ بيبقى في حوامل كتير أقوي بتلعب عليها العامل الهرموني العامل النفسي العامل الغذائي العامل الحراري والشمس العامل البكتيري برضو هنا منتشر شوية والتهبات البكتيرية عشان أعالجها وخففها لازم أشوف مسببها إيه؟ وابدأ أتعامل معها لو هو هرموني أو ده بتعامل مع مشكلة دي لو بكتيري بستفيد عليه إنما معظم الوقت ما بنلاقي حاجة مؤكدة بيبقى أكتر من عامل فحاليا بنيدي كورس طيب الكورس اللي احنا بنيديه ده عبارة عن مادة اسمها ايزو ثيتي نويل المادة دي بتشتغل على تجفيف الغدد الدهنية أيا كان السبب وصعي الكورس يعني عنيف شوية لكنه هو ده نسبة 95% من الأشخاص بيستفيدوا عليه كويس قوي بعد 6 شهور بينتهي تماما نشاط الغدد الدهنية بيبدأ الشخص في قصة المعاناة بتاعته بتاعته كتير كتير ويبدأ بقى يتعامل مع القصار أو الندبات إن شاء الله بيجيب نتيجة كويس بس في الأول نعرف يكون ايه المسبب الرئيسي وبعدين ما يرجع دكتور بنسبة 95% ما بيرجع بس نسبة بصيفة جدا هي بتحتاج نحن نستند الدوز شوية أو نمد العلاب فترة أطول شوية الأمراض التي تشائعة الإكزيمات وأمراض الغدد الدهنية دكتورة بارك الله فيك وشكراً وأنا لسه يامين بلادك على فكرة الدنيا كلها تعشق بلادك أنتم ناس طيبين طيبين وخايفين من الله وزينين وأكرام وحشام تكرمون داخل بلادكم وخارج بلادكم فلذلك رب العالمين طارح البركة فيكم وفي عيالكم والإنسان ما يعدل إلا سمعته وسمعت أهل بلاده تر على يم لا مبع الحرامي لا لكن ما نعى بشوتي ما نعى العادية على زلمات والله 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 مليون مرحبة مليون مرحبة والله أنا 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 مبسطي وما أشوفك إذا كان لك الخير وأنا سوي سواء لو تامر على عيون يعطيك لكن ما بشوتي شوتي تقولي مخدم هني ذات ولا ذنب لا هي لو تطلب ذنب لا لحظة هذا يقول لك البخيل لو بتطلب شيء يقول لك فلان لو تبغي ذنب من ذنوبة ما عضاك إياه ها من شدة البخل لكن أنا ليس بخيل الحمد لله رب العالمي أشوك متردد الحمد لله بخيل الحمد لله زليخة ما اسمت سكينة سكينة و زليخة شراك بعض لا ما اسمت لا لا ما اسمت هل تدريبنا النبني؟ هل أحد عنده؟ لا أريد أن نتريع لماذا؟ لا يجب أن نتريع الدكتور كان عنده أحد ونحن ندخل السلام عليكم نحن نحن نتريع سنأتي قبل الناس نحتاج 5 مرات من الدكتور ونذهب هل تفهم؟ هذه عدل ممرضة لا تدريبنا نحن نصبر ونحن نتريع دكتور كيف حالك؟ الله يسلم دكتور كيف حالك؟ سبحان الله أي مكان تجد أحد مصري يشرح الخاطر والله العظيم بدون مبالغة يزاكر لك الخير يزاكر لك الخير دكتور كيف حالك؟ الحمد لله أختصاصك وأختصار أنا أخصص إجراحة عزام وعم أتراكري بنراجح عن حالات ألام المفاصل ورقبة وفقرات القطنية إصابة الملاعب الرقبة والكتف والكسور وبنشتغل دلوقتي معظم الجراحات بالمنظار الجراحات الكتسكية زمان بقى عددها أقل من الأول لأن المنظار مست ونهور يحصل فيه الاستشفاء سريع سبحان الله سبحان الله يعني مثال بسيط.. مثال بسيط إن الجراحة القديمة بالنسبه للانزلاق البطروكي كنت كنفتح حوالي 5 سم ونستقصل البطروك والمريض بيبقى قاعد يومين ثلاثة في المستشفى حركته بسيطة واستشفاء عشان الجرح ياخد واحد لستحاوي نعمل العمل إذاديا بنفس التفاقة بيفتح قالات التجاوز من وصو سنتيم فالمر humanos ينبذر يتحرك عنه ويتشرف في نفس اللوم هذا النزلاء الغضروفي مش اعراض النزلاء الغضروفي يوم الناس تسمع انزلاء غضروفي نكيف مالنزلاء الغضروفي تم تنظر العنزلاغ الغضروفي انه بين اي فقرة ماذا يسمى referendum نعم تلاستطيع مادة الدينة لعد مئة الجيلاتينية تساعد علينا أن تساعدنا على الحركة العنزلات الفقرية ونعمل حركة إذا الميت لما المادة الجيلاتينية التي تتحرك من المكانها تضغط على العصب نعم فتعمل أوجاع في الفخد نسميها عرق الناسة فبيحصل توتر في عرق الناسة وبتحصل أوجاع شديدة ممكن تتعارض مع النشاطات اليومية بتاع المريض وممكن تخليه مش قادر حتى ينام فالعملية اللي احنا بنعملها نحن نشيل جزء المنزلط من الغروف المنزلط يعني متحرك من المكان نعم فالجرح نفسه بسيط جدا والمريض الاستشفاء بتاعه ورجوع العمل ورجوع الوظائق العومية بيكون أسرع بكتير من الكراحات الكلاسيكية هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد تور للتفادي الانزلاغ الغضروفي في الإنسان شو المفروض يسويه؟ أكتر حاجة بتؤدي الوقر الغضروفي طبعا هو قلة الحركة نعم المفاصل ربنا خليها علشان تتحرك استسلمنا للكرسي فترات طويلة والقيادة مسافات طويلة ورافع الأشياء الضقيلة كله ده بيخلي الغضروف ما عندوش المرون الطبيعية اللي خليها في ربنا فلما بيتحرك من مكان ومع أي حركة مفاجة ما بيرجعش تاني وبيكون الضحية في الموطوع العصب لأن الهضروف ورا على طول العصب فلو احنا عملنا نشاطاتنا اليومية العادية ومعها رياضة لمدة 20 دقيقة أو نص ساعة كل يوم وتحشينا زيادة الوازن وتحشينا رفع الأشياء الضقيلة كل حاجة التي تبعدنا في الدعم مشاكل عمود البطري وبالأخص الانزلاق الغضروفي وهو مرض الغضروفي شكرا دكتور أستاذ عماد توفيق أو أستاذ أو دكتور عماد توفيق زيادة الركبة شخبارها في مشاكل وائد ناسيون غير الانزلاق الغضروفي طبعا المشاكل الربة انت شيء ييكني وائد اللي أقصده أنا المراجعين أو المرضى اليونك أكثرهم الانزلاق الغضروفي مال الظهر أو الركب أوجاع الربة أوجاع الربة ده بحر مبير أو يتراوح من شوية التعبات خفيفة اللي خشونة شديدة طبعا بنعمل البحث الكليميكي ونصل للتشخيص مرتائي بنحاكل التشخيص المرتائي دوان بالأشعة العادية وأشعة طرانين المغناطيسي نقدر نقسم المراجعين شريحتين شريحة سند الشباب الصغير العشرينات التلاتينات دي نحن بتبقى معهم مشاكل في الغضروفي والعربية اللي هو المطروف الشريحة العمرية العشرينات التلاتينات بتبقى مشاكلهم أكثر بالغضروفي والعربية بالغضروفي بنتعالجوا بعلاج تحفوزي ونستبدأ معهم بعض الإبع الموضعية داخلوا الربا نعم ولو الاتهدت أو الأضع في المضروف أفروف كبير بنعمل بعض الزراحة بتاعته بالنظار نفس الشبيب العمر الفقري الاستشفاء من جراحات المنظار في الربا سريع جدا سبحان الله بالنسبة للكبار اللي عندهم الخشونة الخشونة دي بتبقى أربع درجات واحد إبنية تلاتة أربعة الدرجة الأولى والتانية بيستجيبوا للأدمية والعلاج الطبيعي والمسكنات وبعض التمارين الخاصة في الدرجة الثالثة والرابعة في معظم الأحيان بيحتاج متدخل جراحي طبعا درجة الرابعة بتحتاج التغير الرصر كامل ده بالنسبة لمشاكل الرقبة جزء مهم قوي برضي نشوفه هنا مشاكل الرقبة أيوه سبحان الله أنا توني ناوي أقولها شو تنصح العرب والناس دكتور اللي بالنسبة للرقبة سير فون المدمر الجديد للرقبة ربنا عملين الرقبة عشان تبقى عمودية على السدر في معظم استردماتنا لوسائل التواصل الجديدة بيبقى وضعينة فبنغير الميكانيكا بتاعة الرقبة بينتج عنها تآكل في الغضري وتآكل في المفاصل اللي هي بين البكرات وبيحصل عندها عندهم أوجاع مزمنة في الرقبة ويتبديل الأوجاع في الرقبة وبتبديل بعد كده تنزل على الكتف وعلى الدراعة وممكن تؤدي أجلات شديدة في الغضري فنحامل دايماً قضاري في الرقبة فقضاري في الغضر لا إله إلا أنسجة وغير عن غضاري في الظهر ما حالله غضاري في الغضر وغضاري في الغضر وغضاري في الغضر كلها غبارية ودي أنسجة حاطفها ربنا في المفاصل عشان تنتص الصدمات وما تتعاملش احتكاك بين العرب الوضعية المثلة لإستخدام التليفون هي كده لازم الرقبة تبقى عملية على السير ما بموخي لما بنوخي قدام كده بتبتدي مشاكل بالرقبة تعالش يعني توخي صح؟ طبعا اللي هي تواطي مرحبا مرحبا هم شكرا لإتاحا لنا لها الفرصة نزورك فيها ونشوفك ونعرف الناس لا لا أنه ما علي جزاك الله خير يعني هاي سناب شات لو غلط فيك الكلمة ولا شيء هاي مش قناع اخباري ولا تلفزيون ولا بث مباشر في محطة إذاعية شيء خاص فينا فشكراً لإتاحة كلنا لهالفرصة الجميلة اللي استفدنا منها واستفادوا الناس فالدكتور موجود في هالمستشفى الفنان وفي هالشخصية الطيبة فيرحب في أي إنسان يشتكي من الألام في الركب والغضاريف والرقبة والأي شيء أو أي استشارة تخص العظام الدكتور موجود ممكن بطاقة التعريفية دكتور من حضرك أنا الدكتور رامان توفي أخسج راحة العظام والعبد الفقري في مستشفى ميديور في منطقة بردبي شكراً دكتور بارك الله فيك إذا كان الله خير أنا أعشق المصروع على فكرة إذا كان الله خير الله يرحم والديك شكراً دكتور تحياتي تحياتي هيا دكتور بارك الله فيك حسنا هيتكرهتني أصلا هي هادي شكراً دكتور شكراً دكتور شكراً دكتور شكراً دكتور شكراً ليس هادي وياهاي نزيل أقول لك كل العيادات ومستشفيات اللي زارتنا أنا في ميديور في جميع أنحاء الدولة وفي ومستشفيات بارجيل في في اي بي انتم في اي بي وين عندكم عندنا في الطابق الأول وفي طابق الثاني شيء قسمها في اي بي طابق الثاني والله دولكس عندنا روز في اي بي ضروري أشوف نعم شكراً شكراً في أي دورة حيدة في طابق الثاني هذا دولكس روز في اي بي عبارة عن صالح صالح هاي الصالة قبل هاي دولة هاي حمام هاي حمام هاي حمام وهذا بارك الله فيكم واسم خاص في المريض هذا زوار المريض والمتابعين والربعة حرمته وخواته وخالاته وعماته ومبين يتفيذر عنه وهو بوي هذا مكانه هذا مكان ابو الوريض هذا موقع المريض شبريتة ها شماطيطة كرسي للاسترخاء بع المنقير وهذا علمات شموم هذا كل ابو يتابع للمريض هاي هذا باب يفصل بينه وبين الوادم وهذا اللي يعزكم حمام خاص للمرضى للمريض روحي في غرفته لانه فلنام مكانكم تعالي شو بادي بادي سيفتي بوكس لا لا ماشي هي والله وفي قرآن والله قلبهم حي ما شاء الله عليهم وفي قرآن وفي قرآن وفي قرآن ماشكورين وبرك الله فيكم شكرا 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 جزيلا هل ستاندار الغرف ولا بس الفي اي بي الفي اي بي في الستاندار العادي جزيلا اي بي خلصنا بوية شغلنا اللي سالينا هسب ويا الحين هو وقت الغداء وقت الغداء يا عل الله يحفظكم ونحن سارين مطعم ايراني قرب اه قرب سوق 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 باجلنا كيل دقيقة عنوصل. يقول ثلاثمائة متر. يقولون زين. يقولون زين وكل يمدحها. غير انا ما تديتها. هذي منطقة في متهر روعة. ولا تديتها. اكيد لها اسم ولها مسميات ولها كده شيء. اكتب عليها الخورية غير انا ما تديتها. منطقة كأنك يا لسبوية في الوقت اللي خطأ. يا السلام سلم. ان شاء الله اني بقي وقت بقيها. ان شاء الله اذا مجعلنا منعين. المطعم اللي اطرون يكون فيها الشارع دي. بالتخاطرين ويبنا نلقى تباركن. تنصح البنايات وهالدنيا. ما شاء الله تبارك الرحمن الرحمن. ولن ابوي ها. هذا ما تشوفون. موقف نايف. تأجير مواقف السيارة. ينا ابوي وقفنا المبروكة. وحينا. بنسينا التغدأ. شكرا. كم فلوس? كم? ساعة عشر دراهم. ساعة عشر دراهم. نحب ان نصير مطعم هني عندك. بعد يوم برد. وين بلادك? ما شاء الله. شو اسمك? عبدالغيات. شكرا يا عبدالغيات. بارك الله فيك. وديت المناخة. تعال. عبدالغيات. غداء خلاص? لا. ما يسوي غداء. مين يجيب غداء? ما يأكلها? ما يسوي غداء. لا يأكلها. ما يسوي غداء. لن أنا يأكلها. شكرا. شكرا. هي والله. والله. ما يغالبني هالموضوع. يكان يوم وصلت هناك. قد في خاطري. ليش ما أقول. الحمد لله. طرعنا بعد باش. تم وحاط ما يتغداء غداء. تحق لي. أبوي. تعال. تعال. عمدي. 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 شو بتحط لنا انت? يا ابنك بالروم. مفروغ الحمود ياد. يلومي. هيا. يلومي. 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 بعد. بعد. نبجان باللحم بطاطة بالله. معيشها بيادة. يشمع رمانة. الله يغنيك. شكرا. 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 بس. حقا واحد. خفة الطينة. إذا ما تكن موجودة. هي اللي يتيب العرب. خفة الطينة. وحسن الخلق. والابتسامة. الناس كلها تطبخ وتاكل. تشرف بيوتها. اللهم على كالحمد. لكن الطيب والخلق الحسن هو اللي يجدد الناس. هو اللي يجيب العرب. يقول لنا غلطة. شكرا. يا رك الله. هذا وصل اللي كل بارك الله فيكم. حالة. هذا. حياك في دار اللي حي في بي. ايه. نعم ما نقول لنا دي العرب. هذا طيب زوفان. هاي سألوني بالدياي. الله يغنيك. وخالي بعد نجام اللي حسن. بسم الله. نعم. 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 الله يغنيك إن شاء الله. بسم الله. نعم. 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 للي عني تم فخاطرية. قلت بات خالطها. بحالة الفريج. قلت شنا الاول ياسين لبيوت الاولية. لك أنا كيد . شفتها في التلفزون تشتصوروا. لك أنا عالم ما عندي اي معلومة عنا. وادي نيو. لك أنا اللي يو ما احد درابهم عادة. ظهر في حسابات مروحهم. أنا ما عرف أي مسمى لهال مكان لين الحينة. هلا اكيد تقصيرا مني انا لاني انا ما اصير وي ما اصرت وليت الناس لا اظهر سينة جي كان والله يبين عليه قمة في الروعة مخاهي شعبية اظنها على الخور لي اسم الناس كلها تعرفة بغير انا ما عارفوا هذا تقصيرا مني انا شي طبيعي يعني هذا بيت الحكم الاولي في المكتب حيات الشيخ راشد بنسعيد اللي على الفردة ايه نعم ام يبيني يحب الفردة اللي على الخور هي والله وايد فنان خطب فن عدال ثريج التحرينة دبيل اول ايه اسم معين كل الناس تعرفوا انا ما عارفوا البستكية 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 هي سوق البستكية والله ما انطقة البستكية غميضة والله ما عندي اي معلومة تصوتها على المخاري الحن بارك الله فيكم الحينة في ناس المعمعة لكان بدون زحمة لان السوق احنا بسكر وبيفتح اظن يخلاف ممكن ممكن الساعة اربعة ونصر وخمس مكان تبين لولية اه مكمال طباج مزاري ومزاري وسالي لولي شيف انان ما بلازم تشتري لازم تشتري بحيد عزار عليه تمشي في هالمكان تسوى نص الدنيا اظهرني اعلالله يحفظكم هالشارع اغني على سوق الذهب. اتوقع. اذا انا مش غلطان. لا يا اكيد غلطان مص. شي لويه سوق الذهب حيد اول ما تيه. راسي داير عجيب. شوف اما انا حاسي اتي ليه هكذا. حين ورا هالخور. هلا 500 مايتين هالبقع. اكثر من 30 سنة. الو 25 سنة. 27 سنة مايت هالبقع انا. ما هذا كله يديد علي. هالبناياته عرفين اجدام. لكن اللي ورا اللي توني خطفنا عليهم. هذا كله يديد. وكله انا ما تشطحت. سامحين يا هالبقع الفنان. سامحين يا هالمناطق الزين. سامحين يا هالمناظر اللي تجذب الناس من اخر الدنيا. اني انا في نص البلاد. ولا اي هالبقع. هذا غلط كبير. لا يغتفر. لكن ان شاء الله بنطالع النفر صبني. اذا الله جعلنا من الحيين ان شاء الله. هي والله. منزل الشيخ خليفة بن سعيدة المكتوم. يعني ما اقول اني انا ما اجدية هالبقع. والله العظيم. يا سين الشيك. يا سين الشيك اسم المطعم. اسم المطعم ما عرفه. لو عرفه بحطة. ما عرف اسم المطعم. اضطر شو للموقع هذا. اللي منه توصل. دقينا وساربنا سيدة للمطعم. ووقفنا بعد ما رقضنا باركن جدامة. ما المعوقين جدامة. سرنا ورا. ووقفنا سيارتنا وسرنا لمشاي. وتغدينا عند المطعم فنان. واكل غاوي ولا شيش اراد. يا غير اسمه ما عرفه. ولا يخصني على باسمه. ولو عرفه بعد قدبك الادب. ما يخصني. وبي يقول لي باتر. منو قال لك انت تظهر اسمية عندك. نحن الله يحفظكم سايرين مزايا مول. سايرين. شا اسم مكتبنا؟ مزايا سنتر. مزايا سنتر نزين. شا اسم المكتبنا؟ مزايا سنتر. مكتبنا؟ الخالدي. نزين وخالدي؟ الباجي. الخالدي ماركتنج. سايرين ابوي الخالدي ماركتنج. ما الخالدي ماركتنج. احد تحيده خبرناكم عنها كل يوم. حين بعض بنقوم له بزيارة. هي نعم. عاد موجود عنده. هناك اللي قابضة مثل المكتب. مستر له اي. اخوة. 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 الخبير. هي وهذا ابوي مزايا سنتر. مره مشاهد. برج خليفة. الله يحفظكم مكتب خالد الخالدي موجود في هالمكان الحلو الفنان. هذا علم ما تشوفه. ايه انتقائي لازم يكون. المكان لازم يكون مميز. في نص مول. فنان ياخذ العقب. تحس به هنا مل. هذا ابوي الخالدي. هذا الخالدي وهذا مكتب. المواقع التطبيقات. تسجيل علامات تجارية. ادارة حسابات. سوشال ميديا. هذا كله يجب. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام عليكم. شيف أنت؟ والله تمام بالله. شو العلوم. شو الأخبار. والله تمام. لما يجري يوم بندينة ليت الخالدي؟ شو مظلم؟ لأضع اصمك وبسكة بالله. أيها يا سلام. يا سلام يا سلام يا سلام. لا اللون هالهم. بعد شيء اللون ثاني؟ يا سلام يا سلام. أحسن عن الأحسن. هذا المكتب خالد الخالدي روح أعادة هذا بكبرية هنا يوميت فيزة مقابل الله يحفظكم البرج الشارخ برج الشيخ خريفة شارع الشيخ زايد الشارع الشيخ زايد الشارع الشيخ زايد مره مخابر برج الشيخ خريفة أبدل تروم تحطط تلحقها بيديك يل تشد مختلف والله متحنيين من عمار هذا منهم يصوفوا تعلث ثلاثة كنتم فيكم شبه من بعض على فكرة هذه يا مرحبا بجوري بجوري حين هالدلة لقمه لنا نحن وهالسح لنا نحن هذا حين طاح رطب يب ويمكود رطب ما حد يأكل سح هذا السح حولي السح الحولي هذا من يدور عليه الحول في البيوت خلوه للمحلة وللخمير ويوجد إذا ما يخفزون لا محلة ولا خمير عطوه حد من بيوتيرانهم اللي عندهم دبش نأخذ منك المعلومات هذا يصبح حق الحلالة حينه وادم حينه ما تاكله لوادم ما يأكلونه ليش؟ لا ما يأكلونه هذا لأن الله يسلمك هذا حينه للدبش لا؟ دار عليه حول ايه دار عليه حول حولي من يكمل التمر سنة أطعموه بوي الدبش ولا حولوه لأنه حق الخمير والشباب والمحلة مبلج شباب الخمير والمحلة هذا جانه من الضفة الغربية من شهرية من الضفة الغربية؟ اه بلد هنا هم ما يأكلون للحولي حينه ش هي بلادكم انتو؟ من سوريا 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 نحن انتو عندكم الكرز والخوخ والمشمش نزيل نحن عندنا بوي الرطب في بلادك وقت الكرز وقت الكرز نازل من امهات فرش تاكل كرز مخزن؟ لا ما اكل كرز نحن بعد شهراتكم نحن انتم ما بخير عنا نحن يوم يضيح الرطب ما حد يأكل السح يأكلون السح يوم يوجف الرطب ويوم انت تيجي بسوريا عمام تعرف انه اليوم هذا موسم الكرز يأكلون لك على قردك في الفندق صح الكرز مستورد وقالوا لك كل كيف تعرف هذا الكرز؟ تعرف هذا بمعناه انك انت عندك قل عرف ايه الانسان اللي عندك قل عرف يتم قل عرفه له وانا الناس اللي يتعرف ما احد يقص عليها يكون عندك خبرة ايوه تقولون لهم هذا الكرز مو من شجركم هذا انتو جايبينه من برا ايوه 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 أول تطبيق سوف نتكلم عليه تفضل أبو محمد على الشاشة الماك هذا التطبيق هذا هو نحن طبعا سمينا اسم افتراضي حاليا اسم الخالدي نعم حين هو تطبيق خاص بالعقارات نعم لو فتنا على الهوم بيج ما لو نقدر نفوت على مثلا تقدر انت تبحث فيو هاي دبي هاي شقق للأجار فتقدر تبحث عن شقة أرض للأجار طبعا يصلح للبيع وللأجار وبنمس الوقت صاحب الابليكيشن هذا هو يكون عنده شقق سكنية عنده بنايات بده يجرها أو بده يبيعها يصلح هذا الموضوع فلشركات العقارات صار موضوع مهم كثير صار موضوع صار موضوع صار موضوع حين اي انسان عنده شركة عقارية يقدر ان يسوي صار موضوع الموضوع تطبيق تطبيق اغلب الشركات العقارية حاليا عندهم موقع انترنت نعم اغلبهم ما عندهم موضوع اغلبهم يريحهم في التعامل مع العملاء الحاليين المستأجرين عنهم نعم ويريحهم في العملاء كمان يجيب لهم عملاء مو مستأجرين بيدوروا على أجار كيف يوصلون لموضعه الموضوع التطبيق يكون موجود على ابل ستور ويكون على جوجل بلاي صاحب العقار او الماركتنج شركة الماركتنج اللي هما مسترميلوا الماركتنج تبع شركته او شركة العقارات تبعه بيسولوا ماركتنج يعني تسويق بالعربي يخبروا الناس انه فيه اسمه كذا كذا موجود على هابل ستور موجود على جوجل بلاي اذا تحبوا تشوفوا شو في عندنا عقارات للأجار و للبين بنفس الوقت للناس المستأجرين تقدر انت ترسل لهم نوتيفيكيشن اللي هو اشعارات مساجات عن طريق الابليكيشن من عندك لعنهم انه في عندكم مثلا في عندنا هذا اليوم رينوفيشن لهذه المنطقة اللي هو صيانة لهاي البناية تقدر ترسل اشعارات للمستأجرين الحاليين حتى المستأجرين الحاليين انت بتبدأ فيهم مثلا عندك مئة مستأجر او الناس في نزل التطبيق هم الناس المستأجرين حاليين موجودين عندك تصير انت تتعامل معهم عن طريق المساجات من التطبيق اسهل لك و لهم تصير تجيهم مسج مثل مسج الواتساب مثل مسج الماسنجر انه في عندكم في عندنا اليوم تجديد عقد مثلا سبوع ولا بعد شهر في عندنا تصيانة مثلا للمكيفات في اليوم البولاني دازم تكونوا مجاهزين يعني سبتتتعامل مع بطريقة اكثر اذا هم يبقون شيء سكان يقدروا يفوتوا على التطبيق يبعث رسالة مسج المسؤول عن التطبيق او اللي يعني ادارة التطبيق تكون في شخص مدير التطبيق فتيجي المسجات من المستأجرين لعنده ما هو إجابة من المستأجرين هو يبحثنا مدير التطبيق هذي يكون عندنا نحنة او روحنا نحن مندير التطبيق مودة سنة اذا يحبوا يجددوا معنا عقد احنا نظل مجددين نظل مدير التطبيق نحن نشيله سنة لإدارة التطبيق بعدين نسوي تريلينج للشركة صحاب التطبيق نسوي للموظفين اللي عندهم بعدين يقدروا يستلمون او اذا يحبوا يجددوا معنا العقد يضل معنا العقد حين فيه من مميزات التطبيق مثلا حد مستأجر عندك أخوه بدي يستأجر او ابن عمه ولا صديقه بيرسله التطبيق راوط بيفوت يشوف الغرف كم مساحتها يشوف البناية وين مكانها الشقة وبأي طابق كم غربة يشوف كل شيء بعدين يتواصل عن طريق اما موبايل او عن طريق الايميل مع المنسق شركة العقابات اقولكم السناب شات نستوي من هالكثر سنة وايدة الشركات نسوي تطبيقات ومنهم السناب شات واليوتيوب والمليون موقع موقع دليلي ومهاتفي ومطبخي وايدة شو اللي نجح اللي نجح شي بسيط منهم ليش نجح شي بسيط منهم لان الادارة والطريقة اللي اختارها والشركة اللي تسوي التطبيق التطبيق هو شو تكون فكرة موجودة في مخ انسان معين تصير حق الشركة هاي اللي مثل هي شركة شركتنا نحن اللي هي الخالدي قدتي تقول لهم انا عندي هاي الفكرة اريد انزلها تطبيق التطبيق هذا نحن نسوي يسوون هم يعني الجماعة بحرفنا بطريقة محترفة بموظفين بعلم بخبر يسوون لك شي يكون تروم توقف في ساحة كث التطبيقات مكودة التطبيقات مكودة لكن شو اللي الناس تستفيد منه معدودات على صعبة مثلا بتحط لك انتحين تطبيق تبع الناس يعني مثلا سبيل المثال التطبيق اللي نزلناه هذا ما البجوري ما العقارات شو اللي يفرق بين وبين اي تطبيق ثاني تطبيق سهل وتطبيق سريع وواضح جدا للناس لللي يدور شو لللي يدور على اجار شقق واراضي ومحلات مكاتب في دبي فقط هذا خاص في دبي الشركة العقارية لان احنا قاعدين نطور لها هو فقط لدبي بارك الله فيك نزيل وفي مثلا اشياء ثانية موقع لكل شخص عنده فكرة ويبغي يسوي حق عمر موقع همقوم بوجوري يعرفون يسوون هالشي شو ليش بيقول لك والله انا ومسوي حق عمر موقع روحي شو يفرق انك انت تسوي من شو يفرق بين انك انت تسوي الفكرة هذي تاخذ الفكرة وتسويها على موقع صح او انه روحة يسويها ولا عند حد ثاني بروحة ما يقدر حد يسوي فكرة فكرة التطبيق ما حد يقدر صاحب تطبيق سناب شات هو فكر بالفكرة هو ما يعرف يسويها روحة عند شركة وشركة نفذت له احتماله انه ينجح تطبيقه مرتبط بالشركة اللي نفذت المشروع يعني في مشاريع كثير زي سناب شات وسوت من قبل ولكنها فشلت ليش؟ الشركة اللي صممت الابليكيشن اللي هو شبيه سناب شات كانت شركة كان التطبيق مو هاي كواليتي ما انتشر على ابل استورو على جوجل بلاي سناب شات كان فكرة ممتازة بالاضافة الشركة اللي نفذته شركة كمان معروفة على مستوى العالم وانتشر انتشار زي ما انتم شايفين انتشار والله شكرا استادو اي اخر كلمة بيقولها بجوري استادو اي اللي بقوله انه اللي عنده فكرة وشايفها فكرة حلوة يتواصل معانا واحنا بنسوي له الفكرة ايش ما كانت؟ لو كنت شركة لو كنت مؤسسة حكومية شبه حكومية شخص نقدر نسوي لك الفكرة تطبيق واللي يبغي يوصل لك عن طريق التطبيق يوصل لنا عن طريق الموقع وعن طريق الارقام للي يوصل لراعي التطبيق هذا اللي يوصل لراعي التطبيق احنا نوصل ايوه كيف انتشر هالتطبيق؟ احنا بعدين شغلتنا اذا كانت فكرة احنا ننشر التطبيق بطرقنا احنا اسمنا شركة ماركتنج اسمنا شركة تسويق نسويق لأي شيء لو عندك اي شيء نقدر نسويق له بارك الله فيك بس عليكم بس عليكم كيف عند الواد بيوصلون لك انت؟ انا بيوصلون لها ان شاء الله نبدأ من هون واحد هذا اول واحد انشر اسمك التجاري تصميم مواقع تسجيل علامات تطوير تطبيقات ثاني هذا الثاني احنا نروح عند الرقم هذا خدماتنا تصميم هذا هذا بعض من بعض من العملاء اللي عندنا اللي احنا سوينا لهم مواقع و سوينا لهم هذا هذا سوينا له هذا سوينا له هل تحتني مال عروس البحر هذا شركة فاشن وهذا شركة وهذا بيوت جازة وهذا شركة كمان فاشن ما شاء الله عليك وهي الارقام هذا رقم التواصل الارضي وهذا الايميل ايوه ايوه هذا المقرفون الميزن وهذا رقم الموبايل ايوه بارك الله اللي يحب هذا رقم الموبايل كبتروا حاليا هذه الشاشة يطلع عنكم وتواصلوا معي استاذ عبد الرحمن شكرا جزيلا على حسن الضيافة نستر عمران شكرا جزيلا شكرا جزيلا بجوري شكرا حبيبي شكرا عبد الرحمن بارك الله فيك شكرا على حسن الضيافة والله يوفقكم مدام ابوي متوكلين على الله الله سبحانه وتعالى بيسر الامور مشكورين بارك الله فيكم مع السلام شكرا جزيلا بجوري 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 تعال اشوف مكتب طيران الاتحاد شوفي هني اي والله قاعدين يسووا مكتب طيران الاتحاد من الاخر ما شاء الله مكتب كبير وديكور قاعدين يسووا الحمد لله مرة والله من اول ما اجو طيران الاتحاد اوان يعني صار في حركة تحت في اللوبي بتستويح ياه يا ريال الاسم الاسم الاتحاد ايه ايوه مرة ونحن مكتبنا معاليهم احنا فوقهم يا سلام يا سلام ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله رائع الخبز على رائع اللحم الله يحافظكم برج خليفة هذا برج خليفة وهذا طيران الاتحاد هذا مكتب طيران الاتحاد وهذا مكتب الخالدي مرة معالي ما شايزن وتعال ايه طع الصنف نحن وين جمعتنا تبارك الرحمن عمار عمار يا دار الحي عمار يالله يا رب تحفظها من دار تحفظ من سكن فيها وتحفظ دولة المارات وتحفظ كل شبر فيها ومن وطة تريدة فيها ومن سكن ومن سار ومن يأ ومن دار ومن طار حتى على اجواهها هالدار المبروكة يالله يا رب تحفظ دار المسلمين اجمعين مازينة من دار سبحانه خيره يا معامين الاول ماشيلا بناي ولا هم كلا ولا هم يحزنون فيها الشارع اخر الشارع اه يسمونها بنائة راشد لول بنائة شيخ راشد اخر اه داك طايرة للاتحاد ونحن ابو ثارم ابن نحن معالي نحن تمشي بعد سيدة اه داك نحن في الطرف البناية في الزاوية عند الصنطوان هاي الآلة الصالق الفضيه ستلستين 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 احد يسميه الورشة واحد يسميه يعني يميع الله سامن حمازين المكان شكرا يا ابو جوري شكرا جزيلا مع السلامة انت برايك شابة تم عند اخوك وما نصير حينه بنصير سيتيووك على اهم مشواره اهم مشواره عليه ناكل كنافة يالله حينه ان شاء الله شكرا لجندي المجهول اللي هو محمد مطر بنقرونة اي شي نحتار فيه في دبي نبني نعرف وين نسير ولا وين اني ندقل تيلفون هابو مطر وين قالنا يمين يسار شارق غرب سيرو المكان الفنان اليوم مثلا متهلعين على كنافة شي طبيعي ما بطري اللسم اه خبرته قال لي افعليك ما يهمك السيدة طرش اللوكيشن وربكم يلا يتعبدونا ساعات بعد ياسر بنخدية ياسر بنخدية مساعد كنت في نيويورك ومن نيويورك اقول لي متهلعين على بيتزا انا واخوي صلاح واخوي خلاف واشاعدنا اندبونا على مكان عطونا مكان عند محل بيتزا في محل بيتزا عينة البيتزا ارق عن قشر البصلة ارق عن قشر البصل شيلكم يور يا ابوكم هاي اثنينة باحسين ياسر بنخدية نعم هاي اثنينة ابحس عنهم في الدنيا العودة ما احد ياسر بن محمد بنخدية والدخال يلا يحافظه ومحمد مطر بقرونة الاخ الاصغر لدينا يعلى الله يحافظه قلنا يعني عبارة او هاي اللي هو عادة يعلى الله يحافظه اخو صديق وكلنا وشربنا وياهو عايشين مدة طويلة فاحنا نقوم بحسينة ترى ما اشيء حر اللي يتحرون حر ما شاي زود حر زود حر مرة ما شاي يعني ما شاي حر يعني حر ينقبض باليدي ما شاي يلا بيموت من هل على الكنافة يا ابن ابوي من محل ما محل محل لي محل المكان ابوي اللي وصاف لنا يا بنقرونة طلع ابوي ما عنده كنافة عنده بغلاوة والله العيب بنقرونة هاي مدحو سمونه وصرك معلوم انه صاري شو كشيلك هالمرة هاي ما صاب الهدف بنقرونة للا اسب بنقرونة مدحناك وحيني شوية على ربنا فيك يا سلا يا سلا يا سلا شكرا جزيلا ايوا يا سلا بارك الله فيك شكرا جزيلا يا الحلو شكرا لدينا هالريال الطيب من السعودية على الله يحفره الله حقيك يزاك الله يا عدن حبن حاسب عنده على الكنافة وحلف مدحة ما حلف ارفق انه ما يحفر والله لقينا كل خير منا كل اهل امارات كله وبرطيت في هاك الدين واليمين انه ما يسدد حبيب قلنا عزبناه قال ابوي توني اين بوضابي سألت وين كنت في بوضابي حبيبي قالي كان سار وين رحت عالم فراري ورحت ياسمون سكنت في من وسط البلد يعني ايه نعم وماشا الله ما لقينا من اهل امارات الى كل خير الله يرحمه ابا يبن والله ابا يبن والله ابا يبن والله انا اسمي خالد الخالدي عبدالله الصبح الحربي والله من هل وين انتم؟ من اهل المدينة والله والنعم من الساكن في ينبع طبعا نشغل في ينبع ما شاء الله والله يصير امور في حوضك شرفتنا هاي بلادك الثاني الله يبارج فيك سلام اهل بلاد واحدة الله يرحمه لك نعم في فبغبي لا فرصة سعيدة ان شاء الله رداية خير باذن الله وان شاء الله نتواجه مرتاني ان شاء الله ترياك نستضيف الفبغبي نستضيفوني بس بعد ما تيجوا مكة وتاخدوا عمر وتجوروا المدينة عندي وبعدين ان شاء الله نجيكم الله يرحم والديك فدعت الله مع السلام تحياتي تحياتي لكل اهل السعودية بالاخصة اهل المدينة شمال الله ثلاثة الزحمة ثلاثة الاربعة الخميس كل ها الدين يدري ابوي زحمة لا تباية ابوي لا ياودها ويكند ولا اسبوع عجازة ولا ماشي اجازة ما شاء الله الدنيا الدنيا ما شاء الله سهلة والدنيا ما شاء الله عباس على دباس من قرونه يقوله عبد محمد انت ما قلت لي ولا تبا تبا بكنافة انت قلت لي تبا مكان حلاوة على هذا الأساس أطرفت كنا المطعم هاله وانا ابي ما با كنافة ما با با غلاوة أبا كنافة. بس سؤالة سؤال الفهم اللي يستوى. ناش مرقاد دهمان ما عرف شو. المهم هو مات يد يوم من ايام الله اه وصف لي شي بالغلط. اول ما ما شو وصف لي شي بالغلط. هو فهم بالغلط. البيت عزت ونباغم وثارها نبويا ساعتيا سرطن. كالهمة يوم ها الداخل. ها دي تشوف وين يا اي. اي السلام عليكم. اي سلام عليكم. مولا اي سلام عليكم. اي ستدام دير. ستدام دير. ستدام دير دوارك دوار دال محنايه. هاا. شو ياسنك بين الحريم. نعم. هذا مكان نحن طاولة زيبان لحرمة. انت ريال ليش ياس عند الحريم. اب ان ابرم اول ايتم افتر. ماشيك. وتشو تابع عند قريبان. بارام لين. ادي عرضتي ناجيريا. هي منو غالب. ناجيريا اكل واحد. اكل واحد. اكل واحد. افريكا. افريكا 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 انبر وان. رقم واحد قليلي. حسناً هل سأخرون من الراحة؟ من المنزل؟ أمضي الراحة؟ ها؟ هذه هي الراحة لأنها الراحة التي تتعب فيها أمضي الراحة تباوناً أمضي الراحة؟ وايه بانجلد لا يذهب؟ لا لا يذهب ماذا؟ كريكت كريكت في فتبول ماذا أخبار؟ ماذا أخبار؟ شكرا لديك حديثة لديك حديثة حديثة؟ من أين؟ ماذا؟ إنها ستتكلمة هيا 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 هذا ليس مكتبا هيا 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 أبو دبي أبو دبي لا أعرف هيا نحن نجل طعمية النطاق وطعمية في مصر قد تجارة البيت تجارة الصغيرة فقط أبو دبي تجارة كثيرا وقل تجارة thin هذا ما أنهية لديك حديثة ما عرف انت شو تصور. ايه. زي لس عادة. ماشي شايف. ليه تصور قاعد. تصور كنت. لا مش هم تصورني. ليش تصور ديانا. استنى استنى ماشي الحين تصورني. متى صور? استنى اتصنى اقول لك. ها. يلا خلاص اساني تصور. شو قا تتصور انت وحمد. ما عارق. تصور بشوف كيف. يلا خلاص هذا الطعم عادة. متى لينة حين يا ستفتت. ها. رقم واحد. فعلا رقم واحد. ها خلطة وحدة. ها برق عنب. مقدر شو هذا. يلنجي. يلنجي يلنجي. يلنجي يلنجي. يلنجك يلا شايف هذا. يا شايف هذا كهذا. وهذا شو سويت. اسوان دورك لا أعلم شكرا تحديد أن هذا هو مائك أو مائك؟ محمد أجرب لك كل شيء اللي هنا أنا أعطيك رأيه أنزي أنت؟ أجرب لك كل شيء أنا أجرب بشكل جد تحديد بشكل جد حسناً تحديد أجرب على واحد منها هاي اللي في الرمان؟ اللي في الرمان هذا مش أنزي يا رب أنت هاي اللي برتغالي يا خلاص أنت استنوا شوي يا الله راسم عندك غالي ها حلو؟ سنقف على شو هو بأول شو ها حالي يا لنجي هذا بس يعني مش حلو ما قلت ما بحلوه محمد هذا يا لنجي هذا مثل هذا ها ورق عنب يعني بنكها ثانية اتحرك ما بحلو يعني مبزين لا لا ايه ما شاء الله هذا بعد هاك كذا نوع ذاره زي ابو الطعم تهلعت يا نبالها ماذا رانيك انا انا مستقيمة محمد انا جرتك يا لذيذ جدا طائع جدا يعني ما بنحن يا ابن عند العرب هاي بصبورنا من عند النوم ادري ادري بسلم ليهم اللي سووا يعني ما عرف عدا اسمهم هذا اسمهم بي شكرا جزيلا بسك ما تندحق يا رياتة وكتناش بسك